السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت لكم مرشحات اجتماعيات للصف الثالث متوسط تضمن تاريخ وجغرافيا وطنية سؤال طبعا بالنسبة للتاريخ ما هي ملاحظاتك على وعد بالفور عدي سبع نقاط اولا صدر قبل ان تصل القوات البريطانية الى القدس عاصمة فلسطين عامل الفلسطيني هم الذين يشكلون 92% من السكان غموظ كثير من عباراته خاصة مصطلح الوطن القومي صورة يناقض ما اتفق عليه في مراسلات حسين مكماهون موجهة الى شخصية صهيونية لا مركز سياسي لها اعتبر اليهود شعبا على الرغم ان اليهودية دين لا قومية صدور بنا صدوره بنا في مبادئ حقوق الانسان في حق الشعوب في تعزيز المصير سؤال يقول اكتب عن دور الجيش العراقي في حرب 1948 في فلسطين كانت جيش العراقي في مقدمة الجيوش واشاروا بدورة وتضحية وحماسته ورغبته الشديدة ومن ابرز معاركه في حرب 1948 هي معركة جنين ومعركة كفر قاسم ففي جنين تمكنت قطعة الجيش العراقي من دحر القوات الصهيونية التي كانت تبلغ ستة اضعاف واصبحت تل ابيب تحت نيران القوات العراقية سؤال ما هي اسباب نكسة حزيران 1967 الجواب في الخامس من حزيران عام 1967 اقام الكيان الصهيوني المحتل بعدوان على مصر وسوريا سؤال ما هي اسباب انتفاضة 1948 في العراق اولا رفض المعاهدة العراقية البريطانية عام 1930 ان ميثاق الامم المتحدة تتناقض مع المعاهدة رغبة العراق في الحصول على الاستقلال توقيع معاهدة بورت سموث سؤال عدد بنقاط التي اتبعتها السلطات البريطانية استجابة لمساعي الملك فيصل الاول لاستئناف وانجاح الانتخابات المجلس التأسيس العراقي عام 1923 جواب اولا اعادة فتح الحزب الوطني وحزب النهضة ثانيا اعيدة المبعدون والسياسيون الذين تفاهم المندوب السامي البريطاني قام الملك بجولة في المحافظات لدعوة الناس الى الانتخابات استئنفت الانتخابات في 12 تموز 1923 لتنتهي بانتخابات اعضاء المجلس التأسيسي علل الغاء معاهدة بورت سموث واسقاط وزارة صالح جبر الجواب نقول لان احداث معركة الجسر ادى الى تحول عاصمة بغداد الى ساحة المعارك بين الرجال وتقدم عدد من النواب والوزراء استقالتهم فاضطر صالح جبر للاستقالة والغية المعاهدة سؤال علل قرر البريطانيون اخراج الكيلاني من الوزارة التي شكلها عام 1940 الجواب لعدم ارتباطهم لسياسة الكيلاني الذي تعهد على اداء رسالة العرب القومية سؤال ماذا كشفت وبرهنت الانتفاض الفلسطيني عام 1933 كشفت جواب عن تصميم الشعب الفلسطيني على مقاومة الهجرة اليهودية وبريطانية وتأييد العرب لهم وبرهنت العرب مصممون على اللجوء للعنف الحيلولة دون تنفيذ الانتداب البريطاني وان هدفهم الاستقلال والوحدة ما هو الهدف الرئيسي للصهيونية؟ ان هدف الصهيونية هو خلق وطن لليهود في فلسطين علل يعتبر وعد بيلفور من اغرب الوثائق الدولية في التاريخ الجواب لان دولة استعمارية هي بريطانيا منحت ارضا لا تملكها في فلسطين الى جماعة لا تستحقها هم اليهود والصهاينة على حساب الشعب الفلسطيني وتشريده سؤال يقول علل ان ثورة اليمن ادت الى نشوب حرب اهلية في البلاد الجواب وذلك لان الامام محمد البدر تمكن من الفرار واللجوء الى الجبل مستعينا بالقبائل التي كانت تساند والده من قبل علل اخالت بريطانيا القضية الفلسطينية الى هيئة الامم المتحدة الجواب وذلك لانها خشيت على مصالحها نتيجة الغضب العربي علل كانت ثورة 52 اثر كبير في الساحة العربية لانها فتحت الطريق امام العديد من الثورات العربية في الخمسينات من هذا القرن حسنا ناخذ مرشحات الجغرافية التعاريف شهر زور هو سهل في المنطقة الجبلية تقع عليه مدينة سليمانية ويعود اهم مناطق الاستيطان السكاني في محافظة السليمانية حيث تقع عدد كبير من القرى السندي هو سهل في المنطقة الجبلية تقع في مدينة زاخو ضمن محافظة دهوغ ويعود من اهم مناطق الاستيطان السكاني البليخ هو احد روافد الفرات الرئيسية في سوريا في جانبه الايسر المشراق هو احد الحقول والمناطق المهمة التي يستخرج منها الكبريت في العراق عرق السوس من نباتات ضفاف الانهار والذي له اهمية كبيرة في صناعة الاجوية في مصنع سامراء وكان العراق مصدر كميات منه الى خارج القطر منظمة الاوبك هي المنظمة العالمية التي تضم الدولة التالية العراق والسعودية والجزائر والامارات واندونوسيا وتأسست عام ستين الهجرة المعاكسة هي تسمية تطلق على عودة سكان الريف الذين هاجروا الى المدن وعودتهم الى قرانهم الاصلية بعد تحسن وضع الريف في العراقي التجارة هي عملية نقل السلع والخدمات من منطقة الى اخرى الميزان التجاري هو العلاقة بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات الاسترس نبات صحراوي على شكل اعشاب قصيرة ونباتات شوكية صمغية توجد في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية في ايران التربية الوطنية الدستور هو القانون الاساس الذي ينظم العلاقة ما بين الشعب والحكومة من خلال تشريع القوانين المتخصصة من ناحية نواحي الحياة لكي يلبي الاهداف الذي يسعها الى تحقيق من حياة حرة كريمة السلطات الاتحادية هي تلك الجهات التي يحولها الدستور وممارسة الحكم وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين وتكون هذه السلطات متخصصة في عملها ومفاصلها الادارية المحافظ هو الشخص الذي يدير شؤون المحافظة ويتم انتخابه بالاغلبية المطلقة لمجلس المحافظة وبصلاحيات وكيل الوزارة المجلس المحلي هو مجموعة من المواطنين منتخبة من مجتمع المحافظة التي تضم الأقضية والنواحي التابعة لها إداريا ويقوم هذا المجلس بتقديم حملة من الخدمات القضاء هي الوحدة الإدارية المستخدمة في توزيع المدن ويرئسه قائم مقام منظمة المجتمع المدني هي تنظيم مستأنس هي تنظيم متناسق يضم مجموعة المواطنين تجمعهم أهداف خاصة أو عامة الذين يجتمعون نحو هدف معين ويحكم علاقاتهم الداخلية والخارجية سؤال يقول هذه عدي أسئلة ما كتبت الأجوبة لا أجوب الكتاب الوطنية ما أهداف المنظمات التربوية الدولية ما منجزعات منظمة اليونسيف ما الفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية كيف نشأت المجالس المحلية في العراق ما الفرق بين انتخاب المجالس النيابية والمجالس المحلية علل الهجرة من الريف إلى المدينة انتشار البطالة في الريف ووجود فرص العمل في المدينة انتشار الملوحة في الأراضي الزراعية أدى إلى تدهور الإنتاج الزراعي حدوث الفيضانات وتكررها في العهود السابقة تخلف الريف من الناحية الثقافية والصحية علل يعد الدستور حاجة أساسية وضرورية لحياة الشعوب المتحضرة لأنه ينبع من الواقع الاجتماعي والثقافي لتلك الشعوب طبعا أنا سويت مرشحات موجودة بقوائم التشغيل كتاب الوطنية وحد وكتاب التاريخ وحد وكتاب الجغرافية وحد وهي كنموذج من عجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته